أكد مدير عام المركز الوطني لليقظة دوائية رياض دخفوس بأن ارتفاع عدد الإصابات في تونس قد يكون نتيجة لظهور المتحورين الجديدين بأربعة و بخمسة وفاد دخفوس أنه من الضروري استكمال التلقيح وخاصة الجرعة الثالثة والرابعة ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في الفضاءات المغلقة كنا قبل بأين وبيدوتا ونشوفه في أوروبا أكثريتهم البكاتو والبيسانك وهما الخاصية متاحهم اللي عندهم الانتشار أسرع ويمكن هذا يمكن ياسر اللي تخلى لتونس البكاتو والبيسانك هو ما هوش مختر اللي ما عاش نرجع لإنشاء لك الخطورة أنت عدلتها أنت أقبل أما الانتشار متاحه أسرع ويمكن هذا اللي يفسر سرعة الانتشار اللي يعايشينها لليمات تهدومها الأخرين المعنى الثمانين في المائة من الثوانس اللي فوق الاربعين سنة عملوا تلقيح متاحه دونك تأثير متاعه على الصيفة عامة ما يونش مش يكون كبير وهو أحنا توقف الصيف والصيف نعيش برشة البلايس المفتوحة وهذوكم الخطورة متاحها مضعيفة يسر باش يصير العدوى وكل دونك دي جاء في المستوى هذكا ما نخافوش البلايس المسكرة المغلوقة هذوكم ناخذ وفيهم شوية احتياتات ننهويوهم دي ما نحلوش بي ترجمة نانسي قنقر